كانت القوات الشرعية على مشارف الحديدة وكان تحرير المدينة معركة يومين أو أكثر لكن ما حصل أن المعركة أوقفت وجمدت قوات الجيش على أطراف المدينة وقيل إن الهدف منع الخسائر البشرية التي قد تنتج عن مواصلة المعارك كان ذلك توجها أمميا وضغطا من التحالف جنح لها وفد الشرعية المفاوض في ستوكهول لتدخل الحديدة بعدها في هدن لم يلزم بها أحد واستمر قصف الميليشيا على سكان الساحل الغربي تحت مسمى الخروقات والمحصلة النهائية لحالة لا حرب ولا سلم هذا مقتل ثلاثمائة مدني وجرح الآلاف بحسب تصريح لمحافظ المحافظة الحسن طاهر الذي أوضح أن خروقات الحوث المتكررة في مدينة الحديدة منذ توقيع اتفاق ستوكهولم في ديسمبر الماضي وصلت إلى أحد عشر ألف خرق وأدت إلى نزوح ثلاثين ألف أسرة وتضرر آلاف المنشآت العامة والخاصة لم ينسى المحافظ التأكيد على أن وضع الحديدة تعقد أكثر مما كان عليه قبل اتفاق ستوكهولم وأن الجهود الأممية لم تكن سوى حلقة مفرغة من اللاحل